أهلاً وسهلاً صديقاتي وأصدقائي وخاصةً صديقاتي إن شاء الله نتلقى معاكم في أقرب وقت بعد من اتخلصوا من بوتنيس والأجهزة الصلبة اللي متواطق معاه والأجهزة الصلبة ما هيش فقط الشرطة والحرس والجيش القضاء كذلك تحول إلى واحد من الأجهزة الصلبة هذه والهيئة الغير مستقلة والغير شرعية للانتخابات متعب وعسكر اللي ما عاد ناقصها كان العسكر والرشاشات واتطير علينا بالكرتوش في الكياسات خوفي اليوم إنه تم قطاع من أنبل القطاعات وناس بالمفروض على العقل أنهم يكونوا من أنبل الناس خوفي لا يوانيه واحد من الأجهزة الصلبة هي صديقاتي أصدقائي أحنا لما يكون عنا قريبنا عزيز علينا ونحبوه وكون ذكيه واللي تحب أنت يا نجم يكون أفضل مننا ألف مرة ضرير وبصير النجم نعطيوه كل المسئوليات ونتبعوه بلمزية أما النجم نعطيوه مسئولية قيادة سيارة هو ضرير معقول أنه يسوق بنا رغم أنه ينجم يكون أفضل مننا لكل كما قلن يظهرني العقل كله فعليش الأطباء والمعالجين والمعالجين والمساكتين رغم أنه حقيقة علمية أنه الرئيس مجنون مهبول هم يعرفون وخاصة أن السيدة بتاع المستشفى العسكري أن يزادوه عامين بعد التقاعد بش يقعد لهي بالملفن الرئيس مجنون قيس سعيد وما يفتضحش أمر ولكن يفتضح أمر وهذا نرجعوله مرة أخرى الشيء معروف لماذا متواطئين بالصمت؟ التوانسة عندهم فقة كبيرة برشة الأطباء وفخر التوانسة هم الأطباء التوانسة لماذا متواطئين بالصمت على الشعب التوانسي؟ والساكت على الحق شهما؟ الشيطان أخرس أنا أطالب أطبائنا أنهم يخرجوا يتكلموا وأنهم يلعبوا دورهم في الشأن العام أراكم مهنة مبيلة ما كمش تقنيين تعطوا حربوشة وزريقة وتعالجوا واحد من المرض انطيعوا عنكم مسئولية أكبر بكثير أطباء أنتم الساكت على الحق شيطان أخرس من أهل النار ولكن قيس سعيد على كل حال هو من أهل الجنة لأنه مرفوع عنه ألم ومتاعد